نساء بانيات للسلام كان عنوان دورة هذا العام للمؤتمر الدولي للاتحاد النسائي للمرأة الكاثوليك الذي عقد مؤخرا في أثناء بمشاركة 150 امرأة يمثلن عددا كبيرا من دول العالم من بينها الأردن تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي شاركت حوال 150 امرأة من مختلف دول العالم جلهن من النساء العربيات في جلسات المؤتمر الدولي للمرأة الكاثوليك الذي عقد مؤخرا في العاصمة اليونانية أثين حيث مثلت الأردن في المؤتمر الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والإعلامية ربيكا عودة ومن بيت الأحم بفلسطين الأنسة لوسي ثلجية ومن الناصرة فيوليت خوري واغسين كارم ومن مصر هيلين عوض ومن لبنان غادا كفوري وميرنا عبود وفيبيان عزار وجاكلين عطلة فضلا عن عدد كبير من السيدات يمثلن دول أوروبا وأفريقيا واستراليا والمكسيك وكندا والهند بدأت فعليات المؤتمر بالصلاة على نية النساء في العالم وخاصة اللواتي يتعرضن للإساءة والإضطهاد والعنف وتوزعت محاور المؤتمر على جلسات تناولت بمجملها أهمية دور المرأة في البناء الإنساني للحياة البشرية كما أعادت ممثلة الأردن الدكتورة السمعان التذكير بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الأخير الذي ألقاه أمام ممثلي العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكد فيه جلالته التزام الأردن بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في القدس محذرا بأن المسيحية وحقوق كنائسها في المدينة المقدسة معرضة للخطر والتهديد وحول أهمية المرأة في الحياة البشرية أشارت الدكتورة السمعان في جلسة حوارية إلى دور المرأة في البناء الإنساني والحفاظ عليه من الانهيار وقالت بأن العالم اليوم يمر باضطرابات خطيرة وغير مستقرة لذلك تقوم المرأة بدور الأساس في إنشاء سلام يكون فيه الإنسان آمنا ومطمئنا في حياته وأوضحت السمعان بأن المرأة لعبت عبر الزمان أدوارا بالغة الأهمية في إنشاء أجيال تحفظ للإنسانية دورها في قيام حضارة منتجة كما تسهم بإنشاء السلام ونشر ثقافة عميقة لإيجاد عالم إنساني راق تكون فيه المرأة حجر الأساس في أي بناء أخلاقي متقدم فالمرأة برأيها هي أحد صناع السلام القائم على العدالة والاحترام كما أنها تقوم بدور خلاق مبدع في خلق عالم ومجتمع متمد يفيض بالسلام ويفوح منه رائحة العدالة والديمقراطية وشرحت الدكتورة باسمة معاناة المرأة الأردنية خلال جائحة كورونا وما تحملته من أعباء ومسؤوليات نتيجة الطرار نسبة منهن لترك العمل ورعاية الأطفال بسبب تعطيل المدارس وإغلاق دور الحضانة مما أدى إلى إجبار الكثيرات من النساء العاملات في القطاع الخاص إلى ترك وظائفهن وحرمان معظم العاملات من الأجور وقد تولد على ذلك وقوع خلافات أسرية وأعمال عنف ضد المرأة وهذا بحد ذاته أضاف عباء اقتصادية واجتماعية قاسية على العائلة الأردنية وبالإضافة إلى ذلك لم تتوانى المرأة الأردنية من القيام بواجباتها تجاه مجتمعها خلال الجائحة وخاصة ما يتعلق بأعمال الإسعاف والإغاثة وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين من فقراء وأطفال وكبار السن وغيرها من الخدمات وختمت الدكتورة باسم السمعان كلمتها أمام مثلات نساء العالم بالتأكيد على أن مساهمة المرأة في صنع السلام هو موهبة من الله يبثها في المرأة لمساندة الرجل في بناء قوي يصارع الأنواع الطبيعية أو الاهتزازات الأرضية وبالتالي هي قمر يضيء للظلام نور السلام والمرأة هي مشيئة الله ليكتمل مفهوم السلام فلو لم تسهم المرأة في صنع السلام لن هزم السلام